اشتركوا في القناة تشرفتها حلتمك لا ما تخافش حلتمه اللي هيعرف يروح ولا يجي بس في حقيقة تانية بتقوليني زياد مات في اسم شرطة وعلى ايد راجل شرطة دم رعيل صغير أسليم أزياد برضو كان عالي صغير وندكت عيل أصغير بس دفر عيل من دول برقى بتبدأ كالحيوان انت مش قلتلي إن نشأة المحامي متطمن للمطرح هنا اه بس أنا طول الوقت كان اللي جان في ايدها صفاء لكن دلوقتي هم اللي مخبيني وهم اللي عارفين مكاني أنا ما حدش غير أسليم وموزيك كمان على فكرة ما كانش عندها غير ومونادة ما كانش عندها غيرها وهم أنا كمان ما عندها شغيري جرب بقى حرقة القلب وهناك كانت بناكت بقى ونتنكت كلنا بس انت مش قدل وتنكت انتو خليتوا الدنيا كلها تقول عليها يسفها بس أنا مش محتاج قتل عشان دلوقتي معايا الدليل اللي أنا حبيزه بس الفيديو ده هو الحاجة الوحيدة اللي مطمنوني عشان لو حد فكر يقل بقى عله معايا قطر بقى على دماغك كل التليفون ده علي الفيديو اللي زياد صوره وابنك بيقبط البيت وبيبوهيتها تغيبت الفيديو ده من ايه؟ ما زنات انت أقول لي الحوار ده مسك راوي ولازم يجي بقى أخير بقى الوات زنات ده طلع ابن جناي لما لقى ان هو مش يوصل معايا لحاجة يجي لحد عدي وحط ايده في يدي تفهم عيسان ان الفيديو وأنا اثبت ان كلامي صح وان زياد كان جاي يشهب على تامن وان انا هو بقى نشهب عليك ان انت اتفقت معرفاعي ان لقيت اللي قد زياد انا وانت دلوقتي بنتفعتهم عن معرفاتنا بنطفو ابنه ده غير حماد بقى بعد ما عارف ان ابنك ماشي مع برات ابنه اكيد مش هاي ساعدك وش عرفك عندي اللي حصل ده معايا عادي بالسهر بقى لاش جعجع فارغ يا حماد ايه؟ باكر نفسك في خطبة من خطبك باكر الشعب اتوحك بتجمعين في وزعبل ان شاء الله المرة دي مش هسيبك هسليه سليم؟ بسيت باشا مصر ولا ايه؟ نمسك عصابنا ونهده شوية عشان لو طلق طلق بالغلط كلنا همموت هلو؟ اه يا حج ايوة تامر انت فيه؟ لا يا راموني عند البيت هو ايه اللي بيحصل حجه بالزبط ما تفاهمني؟ مش هوه تراغي دلوقتي تامر يعني ايه؟ انا بعتلك تذكر على الواتساب تاخد بصمورك وتطع على المطار اول ما توصل كلمني تطميني ما تفاهم ايه اللي بيحصل يا لطفي انا كده عملت اللي علي يا لطفي انا كده عملت اللي علي يا لطفي جيب دور عليك طب انا في جدي ايه اعمله لك بعد ما تدفقت مع زناتي سلملي زناتي سلمك زناتي انا سلمك ابني يبقى انا استفدت ايه؟ ده انا عملت كل اللي انا عملت وده عشان حجدني انت ابنك ملزمنيش في حاجة ابنك سجنه اللي هيأخره اللي قدم حاجة بالنسبالي لكن الرئابة اللي هيحلها رئابة زناتي طب والوقت عندي وصف سليم هسلمني زناتي يا سلمك ابنك وعش تتأكد من كلامي هقولك نطلعوا زي بار بلد دي قبل ما نضرب طرف اتنا قلت ايه؟ سليمي عنده حق من ساعة المصيبة اللي عملها تامر ابني واحنا كل يوم بنتورط اكتر من اليوم اللي قبلوا والسلاح اللي في ايدينا ده مش هيخرجنا من ورطتنا ما للي هيخرجنا حاج؟ انك تتفق مع الباشا؟ انا مش اول واحد يتفق يا زناتي وبعد اما احنا بنكسر فيه وبيكسر فينا من اول المشوار وصلنا لإيه؟ اسمع كلام عمج الحج يا زناتي احنا من الاول اصلا مفيش بنا عداما بس بعد اللي عمل ابن لطفي كلنا تصرفنا ابو شمي واقولكم انا تغشلنا؟ تغشلنا؟ بدل القتيل بقى اتنين وثلاثة واربعة ويعلم مين اللي جاي؟ مش قادر يا صدق علي حضرت الزبط ليه يا متر؟ ده انا جاي لحد عندك عشان شوف حل يرضينا كلنا يا ريت؟ بس ازاي؟ عيب دي انت بحام كبير وقت فهم الكلام اسمعوا كلامي بعدين متر يحكم السلاح اللي احنا رفعينه في وش بعض ده مش هيفيد بحاجة نزله سلاح يا حسن بايروت بايروت ملت طلق انا ما فهم حاجة ايه دا؟ اتعد انت انا مش بكلمك ما متردش عليها ليه؟ ما حصل حتة دي انت رباها دا شاري؟ ما خطفوني وادوني في مكان غريب كده؟ كانوا يختصبوني اه بس انا قومت ما لك يا شاري انت عامل كده لايه؟ طيب بص بقا انت هتنسى حوار بنت الكلب ده خالص وهتطلعه من دماغك وهتبتنى حياتك من اوله جديد وبكرة تحصلني على بيروت ماشي يا عم؟ ماشي يالي فيه ايه؟ اسمع كلام اخوك مش هانا اخوك ولا ايه؟ واكتر من اخويا كمان لتامر عشان كده الخيانة لما بتيجي انت الاخ تبقى مرها يا صاحب عمري ما كنت اتخيل ان يوم توجع هتوجع من اقرابي الناس ليه؟ مش هتوجع من اقترابي الناس ليه؟ عشان كده الوجه تمامه مرها يا اولا صاحب عشان كده الوجه اعتمد ان الايبقى ليه الوصع ماشي ماشي هم اللي عملت فيك اللي بغبك ليه ده لأخوك وانا مش كنت بقولك انك خايفة كل واحد صفت بغباك خلتني الواحد تا جاي تلعب بينا يا جدعان تا ولا ايه لا يا زناتي انا جاي يجيب لكم حل ردينا كلنا بالقانون القانون محتاج متهم علشان يحاكمه اسليم بيه موجود وده هنجيبه منين ان شاء الله موت نادي يخص تامر وتامر شوية هطلع مرة البلد لحد ما الحكم يسقط عليه وانا اتفقد كده مع الحج الوزي يفضل ايه؟ يفضل كتير موت زياد يخص يا زناتي نعم اخويا انتوا جايبيني هنا عشان تتفقوا علي ولا ايه؟ ايه ده يا زناتي ما تقول كلام يدخل العقل يا سليم بيه يا راية متر هو انا بقول حاجة غير الحقيقة من الزناتي اللي موت زياد ولا ايه؟ اه انا اللي موته والبهاشر وكاتف كل حاجة انا مقدوريش يبعوني واولهم الحج اللي جيتها في قمعات ده ومين قال اللي انا عايزهم بيبعوك يا زناتي وما ليه يعني؟ هقدر ندخل السجن للجماعة عشان ساعاتك تبسط وترتاح؟ لا يا زناتي احنا كلنا دلوقتي هنتفع على شهادة واحدة نقولها قدام النيابة اللي قاتل زياد هو المرحوم رفاعي ايه الجنان ده؟ وارفع عيات الزياد ليه؟ استنى يا معاني الناي كامل اسلين بيه؟ اول متر في ايه من او؟ لازمته ايه بقى حد تقزي فينا بسبب زياد مرفع عشان لو برضو مش هتقزي عشان خلاص مات احنا زي ما جتناش الفكرة العبقرية المجلولة دي عشان طول الوقت كنا بنفكر ان احنا نحارب بعض مفيش مرة واحدة فكرنا نحط ايدنا في ايدين بعض ونشوف حل ايه يا متر انت هتصدق اللي هل اوصل بقولها دي ولا ايه؟ استنى يا زناتي استنى ايه تاني؟ لما تسلموني؟ ولا هسلمك ليه يا زناتي؟ انا مهمنيش ميلة الزياد انا مهمني الناس بتبراطي انا عارف اللي انت قتلت زياد لزي ما انا عارف ان انت قتلت رفاعي وتايسن بس كل دا مهمنيش اللي حميني دلوقتي الناس بتحقيه وانا الكلام دا ما يدخلش زمتي بماليه انا موتك دلوقتي والبهوات يشهدوا معي انك اتهجمت علينا وانا موتك دفاع عن النفس وانا مش اولو الاخر مرة يشهدوا ظهور يعني كنتوا ايه؟ مش متفين مع بعض؟ نعم متفين مع مين وقفية بالزبط اسمع زناتي انا عارف انك متفين مع سنين تديلوا الفاديو مش متكو الجد عدو يلاعب بينا؟ اني الحكاية ستنبيه؟ الحكاية خلصت خلاصة لطفي ما زل سلاحك انت و هو زلوا سلاحكو ما زل سلاحك يا زناتي انت مش شايف اللي حواليك؟ لا شايف بس انت كمان لازم تشوف ان المسانات اللي يروح عوانتك ولو حد فيك وقرب خطوة كمان هفرتك دماغ صحبك اللي انت متفين مع عدا انت فاهم؟ لا بخلصت خلاص يا زناتي وانت كده كده رايح نازل سلاحك عشان ما عرف نتكلم مش هروح لو واحدي ولو كنت فاكر انت هتلعبوها بأشيوات مع بعض ويشيلها الامين الخلبان انت بخلطات انا مش هروح لو واحد انت فاهم؟ ومش اخرق لو واحدي لو هنخرق هنغرق كلنا يعني علاوة على اعدائي زناتي لك يا خلاص ما فيهاش امين وظابط اللي غلط هيتحاسم ما انتو كمان بتغلطو ما حدش فيكو بتحاسم هو سليم دا حساباني فيه؟ اهدى يا زناتي اهدى عشان نعرف نتكلم ما دونش يا زنا مش مجدور اهدى يا زناتي خلينا نعرف نتكلم اهدى اكيد دي الوقت صدقتني يا صلاح بيه ولو موت الوقت اللي قتلني جب بزن بفرقابتك اهدى 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 لولوا تركوا في القناة تركوا في القناة اين اشتركوا في القناة او ده اللي همك اتفضل يا بيش بحض اللي بيني وبين الحروم مش هوصي كسليم انا عاوزي اعترافات واضحة مش عاوزين كل اللي عملنا ده يروح على الارض تلوش يا بيش اقرهم لك واحد واحد انت ما تعرفش عامة بيتا عم نقدي لحد موافق ان انا قدم طلب للنيابة بتسجيل الموابلة دي حتى النقبل عام موافق شغل لما وعدته انت الموافق كله شايلون على نصبيتي بشكل شخصي بتلاش لو خرجت مجوه عايش مش صغر لدك تبارك من نفسك اسليم كله بالله كان نفسك يطلع عايش عشان يدفع تمن اللي عمله اللي مدفعوش في الدنيا اسليم هيدفعو في الاخرى بس ان انا كده عملت كل اللي علي وافيت بكل وقودي واحتي فضلي دلوقتي اقرر ان انا قابض على ايبنا وطفة ومد عشان حق ان هذا والشكل ده ابقى خلصت من قضياتك خالص سليم بشغل نفسك بحاجات مش هتفرق كتير حتى لو انا اقتنعت انك بريد اعتقدش ان ضحي غير فان وقفك في القنون يفعاد افرد واسعدتنا اجيب دليل برأتين بس احي انا عندي خطة ممكن يجيب اعترافات منهم وتسجيلات منهم انهم اللي عملوا كل ده بس عشان دي حصل محتاجني اسمي من الميابة وانت الوحيد اللي تهدور سعي انا كده عملت اللي عليك بالضلوط في ده بتعمل انا اللي هكيبه تجي بالموان تفضله بش تجي بالموان 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 لا أحزم تلك أيها اليو. أنا أحزم... أنا أحزم تلك الحياة. وأصدق أصدقائك على الأبناء. أصدقائك على الأبناء. أصدقائك على الأبناء. اشريب بي انا مجرد مستشار قانوني وبحكم ان انا محمي مقدرش اطلع عسرار موكلي برا ابدا طب وشهادة الزور والتسطر على مجرم هربان من العدالة واخفاء القدلة اعملت كل ده مشان اعملتني مني باعتش جيره بس ربينا اخده مني اخده عشان اي ربي جيني ما هو قولك في تورط النائب تميم زهدي في الامر ايه تميم كان معي الخطوة بخطوة قولك انا اضرايا بكل حاجة انا من رأي بقى تسيبك من كلام الموحمين ده مشانفعك بحاجة انا اقول حضرتك على كل حاجة اكتب يا ابني يخلى سبيل كل من سليم عبد الحميد الانصاري ابراهيم سعيد السني من سرايا ميادة بابروك ابراهيم بابروك عليك الوراق يا سليم بيه بابروك عليك الوراق يا سليم بيه يا سعيد يا خاسلين بيه نساش تبقى تعزمني في الفرح بتاعك الفرح ايه دعب كله صبار شايف عزي مسجلين ربنا يا رب أهلا ببكر بوه أهلا لوك سعيد برج حانت يا ألبي يا ألبي يا ألبي عبد الله أسرع بك واشتون يا ألبي يا ألبي يا ألبي المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة مع ساميحة ورؤية والبيت ونورة وهيهيسوك هيصة يعني أحسن صداحة الدنيا يجيب ومين اللي هيفتح البيت؟ يا ست ما تقلقش إحنا إن شاء الله هيتفتح بنفسك وإحنا هنجيلك وهنطلك هنا وهنجيب عيالنا وهنهيس ومش هنسيبك ولا أسبوع واحد مش كده سلين به؟ صح ما تشديش هم يلا تشوفو الشيك بخير خلي بلك لنفسك وانتكمي مبروك يا سلين بكرة الصبح تقدر تستلام شغلك إن شاء الله شكراً ساعتك عايز تشكر صحيح تشكر بقى صلاح به هو اللي شال الليلة كلها على مسؤوليته الشخصية لو فضلتوا لعمر يحاولوا نردلك الجميل اللي عملتوا معايا مش هادر مراش الكلم الكبير ده سليم إحنا هنا عشان ننفذ شغلنا وبس وقريتنا نعتبر اللي حصل ده فرصة نراجع نفسنا ونتعلم منها عندك حقق افدي يلا ربنا بقى معاكو في اللي جاي مش عاوزين مشاكل تاني يا سلين مش عاوز تجيني عنك اي مشكلة يا بشي وانا بتاع مشاكل خلاص خلاص تعليم طب كويس بس ده ما مستغرب ساعتك لابقلت كلنا لازم نتعلم نا طبعا كلنا لازم نتعلم وأقولكم أنا تعرف يا سلين أنا ليسا هدك ليه بش أبوي من أهل الصعيد وبينه بين الإرهابيين حد ما قرروا تخلصوا منه قريبة دي أهل الإرهابين مع بعض شفت الفترة با ويوم ما قرروا ننفذوا جريمتهم استنوهم قدام المدرية وخرج أبوي وخرج الزبط دوراه فتحه النار ودارة معركة أبوي أتصال برسستين في داره العمود الفقري تشال واحد على كرسي لا بيتكلم ولا بيتحرك أبوي صابت التالي صاب في رجلي دخل المستشفى وتعالج وخرج ورجال شغله فوضل يترأى ويترأى ويترأى حتى ما بقى في المكتب اللي اعنا لسا خارجين منه دا عمد بي أبوي عايش ساعدة على كرسي لا بيتحرك ولا بيتكلم ربي ده دي له صح بس برضو معلش يعني أنا مش فاهم اللي حصل دا يعلقته بي في الأول خالص أنا كنت مصر رجيبك بيدي واسناني وسلمك بنفسي أنك كنت بالنسبالي نسخة مقررة من عماد كلما اكتشفت برقتك اكتشفت أنك نسخة مقررة من أبوي اللي دفع تمام غلطة واحد داني الحمبر الله قل بالك من نفسك سليم أنا مش عارف رد لك يا جميلت ازاي لو عاوز ترد لي دي ميلا بيدي لو عادني إنك لا تزل ولا تساعد صالم ولا عمي بالشكل ولا تبق مشادي السلامة جميلة 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 ميلا بيدي راضي عني يا سيد تلوها ميلا بيدي ميلا بيدي ميلا بيدي هايكون حيي الشر Salesforce الخير كتير بيبقى مداري والحد يوم الدين هيفضل صراع قائمة بين الخير والشر وذورنا إننا ندورون نفكر ونحس عشان نعرف نختار طريقنا ونمشي في جد مانوصل للحيي الحكاية ماخلصتش علكده الحكاية لسه فيها كتير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة